نحن مرات البرنامج لدى الكثير مثل ما تفضل الجنابك حان شوين نتكلم بواقعية واني بعيد عن الشعارات وعن البرامج اللي اجواني بيها بسبعين وثمانين مئة صفحة برامج سياسية واقتصادية وإلقوها للشعار انا اختصرت برنامج قادم واني بثلاث نقاط حقيقة النقاط الثلاثة أولين حشيتها قلت دولة لا تزرع ولا تحمي مياها شعبها يأطش وجوء صح ثانيا دولة لا تمتلك صناعة لا تصنع لا تمتلك صناعة لا تحلم باقتصاد قوي ما عندنا اقتصاد ثالثا دولة لا تصنع سلاحها بنفسها لا تحلم بسيادة اختصرت برنامج قادم إذن قادمون عندما تتحمل مسؤولي أمام الشعب العراقي متبنياتها ثلاث لكن هناك نقطة أهم كيف تتوفر الصناعة وكيف يتوفر الأمن وكيف يتوفر الاقتصاد وكيف تتوفر السيادة وكيف نحل الأزمة السياسية والاجتماعية وإلى آخر أنا اختصرت كل هذه الأزمات اختصرتها بكلمة واحدة زين قلوا جميع أزمات البلاد حلها بكلمة واحدة نعم الكهرباء الكهرباء زين الكهرباء أنا رح أفسر لك وأوضح لك الكهرباء انت وفرت توفرت الصناعة وانت وفرت الصناعة توفر شنو الاقتصاد وانت وفرت الصناعة حلين الأزمة الاجتماعية اليد العاملة أنا ما عدنا بعد المهندس يروح بالجيش لو بالداخلية يدور على تعيين بالجبهة يأخذ سلاحه وروح للجبهة بس يريد تعيين ولا ليخلص لغاتي يشتغل في فرنصامون من أوفر الكهرباء وفرت الصناعة وفرت حلية الأزمة الاجتماعية وحلية كل أزمات البلاد الزراعة والسياحة وإلى آخر أي رئيس وزراء مقبل رسالتي إلى خلي خلي على الطاولة أمام الكهرباء وخلي ينطوعد أمام الشعب العراقي خلال سنة حكومة تتشكل هدفها الأول والأخير الكهرباء إذا خلال سنة ما وفر الكهرباء خلي يقدم استقالته ويطلع كل باقي الحلول هي حلول ترقيعية قادمون هذا خطابها الواضح والصريح أمام الشعب تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ أنا ممكن أسأل سؤال يعني ساذ حسام ونستر خمسين سنة ما عدنا كهرباء بالعراق ساذج أقول لك هواندأت جائك والصور ونستر ليش؟ لأنه هذا استهداف كبير للعراق جميع متطلبات الصناعة في العراق متوفرة جميع متطلبات هي معامل موجودة جميع متطلبات الزراعة متوفرة جميع متطلبات الطاقة في العراق متوفرة ليش ما عدنا كهرباء؟ لأنها توفرت الكهرباء توفر استقرار سياسي اجتماعي اقتصادي في العراق اشتركوا في القناة